الوقت يا كابتل نبود ده. النادي الاهلي محتاج فروض? ولا خلاص كده الامور بالنسبة له بتسهل من خلال وجود مسلا. لازم فروض. لا لا لازم فروض في محطة لان انت محتاج وانت مش محتاج فروض عشان الدور المصر يا فروض. ام. انت محتاج فروض عشان افريقيا. عشان انت اكوار العال العرضية اللي بيعمل حسين الشهاد او علي معلوق انت محتاج حد في الصندوق عند المحطة يقدر يجيبها وممكن لكن انت بتتكلم على اه كاربا. كاربا ممكن تحتاج وبيلعب نحن نحن نتشمال او نحن نتشمال او نحن نتشمال او نحن نتشمال برضو كمان. ماشي فروض دي. فروض دي الكاربا يعني هي بس ايه حلوة روحة. انما بعد كده لا الدنيا مش هتبقى سهل ازاتي. ايوة ماشي بس اللي يحفز بقى فروض قوي. هل هيستمروا بمستوام ده? لا. التقلق اللي احنا شفنا ده. لا انت محتاج فروض في الحتة دي. انت عارف لها يا رداب? لان اصلا طريقة اللعب مش خدمات. زي بالزبط في نادي. هو لولا النهاردة عسين الشحات وعبد القادر وحمد فاتح انت ما تكسبش. هو علي معلول طبعا. فهي طريقة اللعب لو في شخصية للنادي الاهلي قوية. انا بقول لك لا يكسبوا اي حد. بس يبقى فيه طريقة لعب اللي هي اللي انت بتعود عليها اللي هو زي ايام فيلار كده. اللي انت بتتحرك وقرة تتحط هنا وهنا وتتعمل اه في اماكن الفاضية. شريف يتحرك واذا يتحرك. وتروح له الجن كتير. يجي ده النهاردة. قرتين من خطئين استغلوهم محمد شريف. وجابوا مجوائل. نفس الجن الاولاني من خطأ. اما ده بقول لك يا جابت انت سردباكين بتوع الزمالك ما بيمسكونه. اي من خطأ. يعني انت ممكن تلاقي فرق تانية اصغر. بس اللي اتنين لعيبة مش يسبوك تعمل الكلام ده. هو انت لو من البداية. صراحة اخطأ سزجة جدا. جدا. ما كله بيعتمد على كله.